اشتركوا في القناة كنت تعرفي أستاذ الطرائف شي طريفة وقعت لك في رمضان يعني في البلاطو ودي التصوير ولا في الدار ولا في الشارع الطرائف كنت تذكر سنوات مرات كنت لعبت واحد المسلسل من أجمل ومن أرواح المسلسلات اللي اشتغلت في حياتي اللي هو مسلسل برياء فذلك المسلسل كانت عندي واحد شخصية ديال جميلة اللي كانت قبيحة وشريثة وطاقيت مع واحد المرأة في المرشي عند الخدار ديالك ساعة المسلسل كيدوز مشيت أنا السوق طاقيت مع السيدة ويتشوفي ويتدير فيها كنقول لأمي الله رحمة كانت مهمت يبقى حيا ديالك ساعة كنقول لها أمي هذه المرأة شو كي تدير فيها الشوفة ويقدير فيها ويقدر ويقدر لها ملكة للايك ما تشبهت لكم على شيء ويقدر مرمزنا وقع لها برمدان لها للايك ما تشبهت لكم على شيء حد ولا شيء أدري فيها شيء فترة ما فهمتوا ويتقول لي محشمتيش مرحيتيش هذيك المرأة مسكينة هش دارتك اللي درتي لها ذيك الحالة معك تكن نشد الفنانة ليها الشكر وتقدير الفنانة مجيدة بن كيران هي اللي كانت لعبة ذيك الشخصية وكتكن بهدلها بزاف في ذاك المستشفى ديالأمراض النفسية محشمتيش ديري ذيك المرأة ذيك الحالة ديري ذيك المرأة عرفتي بقى لها غير والو تاكلني وذاك الخدارك يموت علي بالضحك وأنا يا عرفتي ما عرفت نضحك ما عرفت نتقلق ما عرفت شو ندير ما عرفت تقولي هذيك الشرات متي ما نقول لها ويتقول لها أمي يمسيكين الله رحمة قتلها للا راه ذاك الشرات صوير وراحكي متلورة كده ومرا كبير عرفتي شوية عناقني قتلها للا وصلت لك بأنني قبيحة وصلت لك بأنني أنا شريثة وصلت لك بأنه قتلها يا ابنيتي رانيا يا ابنيتي عسم حيلية راه فين من تفرد لماذا ندعي لك؟ قلت لها لا لا المسامحة ما كين فاس ما كين فاس قلت لها المهمة وصلت لك بعض الشخصية هذا هو المهم هذا هو الرباح هذا هو المهم هذا المسلسل كان من أجمل الأعمال التي دوست الفنية في حياتي ثلاثين حلقة ثلاثين حلقة أخرى في الجزء الثاني الحمد لله كان شي جديد فني في هذا الرمضان إن شاء الله الجديد الفني في هذا الرمضان كان عندي عمل واحد عمل واحد ولكن هذا العمل الوقوف إلى جانب فنانا عندهم وزن بالنسبة لي أنا فراه بزاف وبزاف وبزاف بزاف الخير في القليل الخير في القليل مع ناس زوينين ملك نقول الفنان الجميل والرائع الكوميديان الرائع اللي كيحبوا المغاربة كاملين سواء داخل الوطن أو خارج الوطن اللي هو سحة سلفد اشتغلت مع واحد الحلقة بالإضافة إلى الجميلة صديقة العزيزة المكمل ونيا وبطبيعة الحل العناصر كل هذه الفرق الفني والفرق التقني هذا هو اللي كان ولكن أعلى مستوى المصرح كان تواجد تواجد جميل جداً سواء مع فرقة الأستاذ عبد الرزق البدوي مصرح البدوي خمسة وستين الاستمرار العمل اللي يخدينا عليه الدعم وأنتمنا ويكون خيري إن شاء الله ثم مع فرقة مصرح الثلاثة مع الصديق عبد الواحد الموادين حتى هو أبو الغافل مصرحي حتى يحصلت على الدعم ومؤخراً تواصلوا معي الجميلات الرائعة بنات الأستاذ عبد القدر البدوي الله رحمه فعرض مصرحي قدموا بذكرى الوفاة الثانية الذكرى الثانية لوفاة الفنان الرائع الله يرحمه الله يرحمه ورحمه جميع الأموات قدمنا عرض البارح وغادي يكون عروضي إن شاء الله قريباً صديقتي الجميلة أمينة بوسيف لأننا نشتغل حالياً في حد سيسيلة اللي كنتمنوا أنكم تشوفوا هوتنا الاستحسان ديالكم والإعجاب ديالكم ليا فريق الإنقاذ نقشنا نيس هاد هاد المسألة هدي وقلنا بأنه رهما كان أخذوه إلى اللي مكتب لنا الله كتب لك الله وقلنا بأنهم مع ناس وقلوا بأنهم وقلوا بأنهم ستعجبهم وقلوا بأنهم وقلوا بأنهم لننسوا أما بأنهم نهزوا كما قلنا نهزوا التليفون ونعيطهم ونقولوا لهم حقاً نتعلم ونعمل لا أظن يعني الإنقاذ تتكون في رمضان أكيد فريق الإنقاذ كانت من أنكم تشوفوه وأنكم تفرجوا فيه ومرحبا وقعرف مرحبا كوميديا جميلة جداً فنس رائعين ألف مرحباً